اشتركوا في القناة بس يبل ما ندخل في كلمتين انا بعتذر عن الكلمة اللي انا حكيتها في بداية الحلقة انه شفتكوا مقصرين او انه في تقصير او ما في تعليقات او هذا وان فهمت بطريق الخطأ من بعض الاشخاص زعلوا مني لاني حكيت الكلمة هاي وما عذرتهم لاشغالهم او لوقتهم انا بعتذر كثير من تسرعي او كلماتي لمن فهمت هي نوع من انواع بس التذكير والعتب يعني على قد المحبة فارجو انكوا تقبلوا اعتذاري خلينا نروح على توقعاتنا اليوم اليوم توقعاتنا اليوم الاربعة سبعة تموز القمر اليوم موجود في منزلة الهنعة في برج الجوزاء وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يمكت فيها القمر لغاية الساعة 12 ظهرا من ظهر اليوم لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء يعني القمر اليوم سعيد طبعا بالنسبة الى القمر بما انه بالجوزاء حكينا انه بيأثر على جميع الابراج بنفس التأثيرات اللي فيها من البرج يعني بناخد شوي من صفات برج الجوزاء او بيأثر علينا تأثيرات برج الجوزاء على جميع الابراج بالفترة هاي ففي هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا بنكون يعني بنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها ووسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عنا مجموعة زوايا فلكية وبرضو عنا الزاوية اللي هي زاوية التقابل اليوم اوجها ما بين الزهرة وما بين زحل طبعا بالنسبة للزوايا اول زاوية هي رح تكون زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة واحدة و41 دقيقة صباحا بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجالات الفنية زي التجميل والديكور فبيتحسن عطاءهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة واحدة و47 دقيقة صباحا بتساعدنا في تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حسب الشعور بالمسؤولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي الزاوية اللي حكينا عنها الزاوية البطيئة اللي صار لها تأثيرها تقريبا بحدود التسع ايام او عشر ايام ورح تستمر تقريبا اسبوع قادم هي زاوية التقاول السلبية ما بين الزهرة وما بين زحل وهاي رح تكون ذروتها ساعة 22 و35 دقيقة صباحا وبكرة في زاوية التربيع ما بين الزهرة وما بين اورانوس يعني شوفوا الثنتين الزاويتين هذولا بكمل بعض ولكن تأثيراتها متشابهة انه بالفترة هاي بدهم يديروا بالهم اللي عندهم مشاكل عاطفية او اللي عندهم سوء تفاهم عاطفي او انه حساسين زيادة اثناء تعاملهم مع الاحبة او مع ازواجهم بدهم يديروا بالهم لانه ممكن تنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة من غير رجعة في هاي الفترة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الاخيرة زاوية التسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 9 و47 دقيقة صباحا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر طبعا القمر بما انه موجود بالجوزاء معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس يوم ثمانية سبعة بيبدأ في تمام الساعة 24 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 51 دقيقة بعد الظهر لا ينتقل القمر بعدها لبرج السرطان اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 26 يوم في تمام الساعة 12 و17 دقيقة بعد منتصف الليل بيصير 27 يوم نسبة الاضاءة بتصير 10% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيدة بنسبة 60% القمر في الجوزاء حتى يوم 8 سبعة سعيدة بنسبة 80% عطارد في الجوزاء حتى يوم 11 سبعة بدأ اليوم ساعاته بنسبة 15% الزهرة في الأسد حتى يوم 22 سبعة اليوم منتحس بنسبة 80% المريخ في الأسد حتى يوم 29 سبعة منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشر منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف في الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالاتصالات الكثيرة اللي بتكون عندكم عندكم رغبة لأتمام اتصالات بكثافة وبرضو اللي عنده تنقلات أو عنده سفر أو سفر قصير برضو اليوم بينشط في هاي الأمور أهم شيء أنك تفاوض بثقة وجراءة وحاول الدفاع عن مواقفك وقضيتك ولكن بدك تتجنب الكلام اللاذع ممكن ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال اليوم حاول أنك تباكر لعملك وما تعرض نفسك للإرهاق تتميز بالفعالية والديناماكية وبرضو ممكن تسمع اليوم جواب بيعجبك أهم شيء أنك ما تبالغ مصاريفك برج الثور بتنهم كل يوم بضبط مزانيتكم أو أموركم المالية بتكون تجنبوا النفقات ممكن تهتم لأوضاعك المالية وتخد تجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبراتك أهم شيء أنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي أهم شيء أنك تتريث حتى تتوضح الأمور وما تبالغ بمصروفك وإحذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد اليوم يعني الأجواء تقريبا رح يكون بما أنه الشمس سعيدة وبرضو القمر سعيد فالفرص المالية بتكون سعيدة ولكن تحرك باتجاهها برج الجوزة أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتكثر عندكم اليوم المشاريع وبتختلط عندكم الواجبات حاول أنك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حاول أنك تحدد أهدافك وأولوياتك وباستطاعتك استعادة الموقع وإنجاز الكثير اليوم من إنشغلاتك وأعمالك الأجواء مناسبة جدا بالنسبة لك بكل الاتجاهات أو التحركات ولكن أهم شيء بدك تدير بالك من كلامك وحدة الطباع لأنه ممكن تنفهم بشكل غلط برج السرطان بينال التعب منكم أهم شيء إن كل يوم تضعوا سلة من الأولويات للعمل الضروري والعاجل بدكوا تنتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم القمر طبعا لأنه موجود في بيت المتاعب بشكل نوع من أنواع الركود والتأخير فيه سير بعض الأمور لا إلك حاذر من التراجع الصحي والمعنوي حاول أنك تستريح بعيد عن الأضواء وحاول أنك ما تختلق الأعذار حاول أنك برضو يعني أنك ما تتهرب من مسؤولياتك ومهماتك وانتبه بالنسبة للوضع المالي عندك برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء اليوم عندكم نشاط اجتماعي عالي جدا وهي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم أنه يأجدك في مسألة معينة أو تستشيره في مسألة معينة أهم مش أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تشارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك وممكن اليوم تتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بفعالية معينة وتكون لصالحك الأهم أنك تستغل علاقاتك وصداقاتك يعني أني احتجت لنوع من أنواع المساعدة برج العذرة حافظوا على سمعتكم وعلى إنجازاتكم القائمة في مجال العمل حاول أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز نوع من أنواع التقدم لأنه اليوم في نوع من أنواع المفاجآت اليوم ما بتهدأ وطيرتك بس أهم شيء أنك ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة فيها يعني أشياء إيجابية مثمرة ومهمة جدا ورح تكون أسهل وأقل إرباك خصوصا إذا كنت أنت جاهز لإلها برج الميزان اللي بيتقدم لإمتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وهاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة أو من أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالتعليم أو بالدراسة الجامعية حاولوا تسهيل أموركم اليوم اليوم ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي بيشجعك على الانضمام لنادي أو لجمعية برضو الأجواء جيدة للتواصل والتحاور مع الأحبة الحظ بدعمك في بعض المسائل فحاول إنك تستغله برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وما تسمح لأي أحد بأنه يشكك بقدراتك حاول إنك ما تكون جارح خصوصا بالكلام حاول إنك تفاوض بهدوء ودبلوماسية كون حريص على حقوقك وممكن اليوم تشعر بنوع من أنواع التحسن بالأجواء وتحصل على الفرصة المناسبة وخصوصا لتبرير أخطائك أو الأخطاء اللي حصلت في الأيام الماضية يعني في بعض الأشياء بلشت تتحسن بشكل إيجابي يومين والقمر بيصير عندك في بيتك التاسع الأجواء بتصير أحسن وأقوى بكثير مرج القوس طبعا القمر مقابلكم تماما فبعطيك إيجابية وبعطيك سلبية في نفس اللحظة فبوسع كل يوم تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم مع الحبيب أو مع المستوى العاطفي مع شركاء العاطفي الأزواج أو على مستوى العمل شركاء العمل ولكن هاي الفترة بيكون فيها نوع من أنواع الصعوبة بتثقل خلال هالهموم والمسؤوليات وخصوصا أنه القمر مقابلك تماما وبرضو عندك أنت البيت التاسع اللي هو الأسد الزاوية اللي من الزهرة اللي حكينا عنها زاوية التقابل هاي بتأثر على الوضع المالي عندك وبرضو بتأثر على اتصالاتك الخارجي وتعاملك مع الأشخاص خارج البلاد أهم يش أنك تكون هادي الأعصاب وحاول أنك ما تتخذ قرارات خلال هذا اليوم برج الجديد واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذروا من تراجع صحي القمر موجود في البيت السادس عندكم ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت وتجنب إثارة العدوات وحاول أنك ما تهمل وضعك الصحي حاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة وإهداء وكون عند حسن الظن إذا شعرت بشيء غير اعتيادي استشير طبيبك ولكن أنا أعتقد أنه ما فيه شيء بخوف يعني ما فيه شيء كبير ولكن نوع من أنواع الاحتياط مرج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا خلال هذا اليوم طبعا القمر موجود في البيت الخامس يعني بعطي قوة وطاقة عالية جدا للكم فاليوم بتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا وبتصبح الأجواء أكثر سهولة وممكن تظهر لك اليوم لقاءات طارئة خصوصا مع الإخوة أو اتصالات مع الإخوة وحاول أنك تقدم نوع من أنواع المساعدة والدعم اللازم فهاي فترة ناجحة ومطمئنة برج الحوت بتظل الأجواء لسه بتركز على أمور البيت لسه بتركز على الأمور العائلية فعشان هيك اليوم بتنهمكم بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم إشي أنك ما تتهرب من المسؤوليات حتى ولو كترت نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير وحاول أنك ما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح ممكن يعني شوية تكون الفترة هاي مناسبة لإرتباط وممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية الأهم تنتبه على وضعك الصحي وعلى عملك ما تتراخى بالعمل عشان ما يتراكم عليك هيك ما نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والآن بدنا نروح على فقرة سؤال وجواب نشوف الأسئلة اللي اليوم رح نجاوب عليها إيش هي وشو الفائدة منها طبعا أول شيء رح نهتم فيه السؤال اللي أنا وعدت عليه أفضل الأيام لقص الشعر خلال الفترة القادمة يعني اللي ممكن من خلالها اللي بدهم يعالجوا تساقط الشعر أو عندهم تقصف بالشعر أو حابين يعملوا نوع من أنواع التجميل بالأيام هاي فالأيام هي يوم 12 ويوم 15 يوم 17 ويوم 19 هاي أفضل الأيام خلال هذا الشهر بعدها القمر بصير في حال تنازل أو تصائب بصغر عن البدر فبيكون الأجواء غير جيدة لهاي الأمور ممكن يكون معالجة للشعر الزائد أو للأمور المزعجة اللي بتحاول أنك تتخلص منها سؤال من سلمة شكرا لجوابك ومن تنى لردك وكرمك على الإجابة العفوك بخصوص القرين هناك فرق بين البحث في القرآن بفهم المحدود لمفرداته وبين خلاصة أبحاثك وخبراتك يعني الشارحة والمبسطة وإذا أخفيت علمك خوفا من استخدامه بشكل خاطئ فشو الفايد منه؟ معناته أنت رأيك أني أنا أعطي علمي ومش مشكلة الناس تستخدموا بشكل غلط برضو ما بتزبط هاي القاعدة أقصد أني بحاجة لمزيد من المعرفة حول التابعة أنا هذا الموضوع ليش أنا ما بدي أخوض فيه؟ لأنه هذا الموضوع فيه لغة كثير وفيه ناس كثير من الجهلي ما بتفهمه وبحكوا فيه وبحاولوا والناس عارف أنهم مكذابين لما أنا أعطي جواب عن هذا الموضوع وصير الجواب بين إيديهم فكرك ما رح يستغلوا الناس في هذا الإشي اللي أنا رح أحكيه إذا أصل لهم معناته أنا شاركتهم بالنصب اللي بدهم ينصبوا وأنا اللي علمتهم كيف ينصبوا فعشان هيك أنا بقول بديش أشرح هاي الأمور اثنين الأمور اللي أنا بدي أشرحها هاي مش أشياء للعوام مش للناس يعني أنا أجي دولتلك مثلا عن القرينة أو عن التابعة القرينة شيء والتابعة شيء وإم الصبيان شيء وإم فيه أسماء كثيرة يعني ما بدي ألفضها لأنها رح تنمسك هيك وتنحك والناس ما يخذيتها لأنها إشي واحد بتحكي عنه على إنه إشي واحد فعشان هيك زي ما أنت بتحكي تابعة هل هي ابنة الشيطان لا هي مش ابنة الشيطان خليهم يعرفوها أنها بنت الشيطان يا عمي خليهم يعرفوها أنها هي هيك ليش أنا أجع وضح لهم وأحكي لهم عنها ومين هي وشو بتشتغلوا شو وظيفتها الإشي اللي بيفيد الناس الإشي البسيط اللي هم بيعرفو إذا كان في عملية إسقاط للأجنة يعني واحد يحامل وفي خلال حملها إجت حلمت بوحش هجم عليها بوحد عجوز إجت ضربتها بوحد عظها أختها إجت ضربتها في باطنها ثاني يوم نزلت اللي في باطنها منيجي منقولها بالمسمى المختصر هيك هاي التابعة أو هاي القرينة ماشي منعطيها تحصين أو تحويطة من آيات اللي أنا قرأتها في الرقية نفسها الآية تكتبيها على ورقة وحمليها إياها بتبطل تجيها هذا وعد مني على هذا الموضوع ولكن أجي أنا أخش بالأعراض اللي بتصيب زي سحر ومس وهوض هاي ما لهم مش علاقة في هاي الأمور ما لهم علاقة يعني أنا بقرأ في سؤالك وبجاوب كأني بتناقش أنا وياك فعشان هيك ما بعطي دلالات ما بشرحها هاي الأمور خلي الناس يعني بلاش تعيش بخوف أكبر من هذا الموضوع وبلاش يستغلوا أكثر عشان هيك أنا لما جاوبت عن الموضوع جاوبت بشكل مبهم وفي نفس اللحظة أعطيت شرح للموضوع وفي نفس اللحظة بديش أدخل أكثر بالموضوع لو بدي أدخل بالموضوع أكثر القرآن بعطيكي إيش هو القرين إيش بتفهمي من القرين قدرات القرين إيش اللي بتحاسب فيه القرين حتى لو أخطأ فيه لأنه هو مكلف حتى لو كان كافر هو مكلف فعشان هيك بده يتحاسب فيه قانون بلزمه وبحاسبه قانونهم قانون الجان بحاسبه الناس ما بتعرف هاي الأمور أنا ليش أخوض فيها ليش أنا أدخل في أشياء هم ما بيعرفوا فيها عشان أفتح مخاوف وسؤلات أكثر وصير الناس بدها معلومات أكبر عن الموضوع وهذا الموضوع ما رح يوصلوا للنهاية فيه أو يقدروا أنهم يتعلموا هذا العلم ما بنكتب ما بنكتب أني أجي أقول لك والله أنا كتبته في كتاب كذا روحي إقرأيه بتستفيد منه هذا من معلم يعني أنا تعلمت من معلمي ومعلمي تعلم عن معلمه ومعلم عن معلمه حتى وصلنا بديش أحكي لك يعني السلالة السلالة طاهرة ومباركة والحمد لله رب العالمين ولكن أنه هاي الأمور إحنا ما باجي أنا بعلمها بس بعلمها لطلابي ومش لكل طلابي للطالب اللي أنا أجد فيه الأماني أنه يأخذ الموضوع ويحارب هدول العناصر يحاربها ويردعها ويحط لها حدود ويمنع أذيتها عن البشر بس ما بعلم البشر شهم ولا بعلمهم كيفيتها لأنه فورا بدي يصير فيه نوع من أنواع الاستغلال لهاي الأمور إحنا ما بنا ندخل فيها طيب شو كمان الكلاب والغوريلا والهاي كلها هيني أنا جاوبتك عليها قبل ما أقرأها طيب هل السحر وأنت اليوم عن هذا الموضوع هل السحر أتحدث عن السحر تعطيل خصوصا يغلب على الحظ أو النصيب الإنسان في الرزق والزواج مثلا لما بقولوا مكسب أو ربح بيتحقق أي شيء بسبب ما بيتحقق أي شيء بسبب السحر أتوقع أن هذا خطأ اعتقاد الشخصي أنه لا شيء يمنع رزق الله بالعكس أراه شرك ولكن اعتقاد كثير من الناس حولوا أنه السحر بيمنع الرزق والزواج ففينا اعتقاده صحيح من وجهة نظرتك وواقع خبرتك وشكرا مقدما طيب أنا بدي أجاوبك أول إشي هو لا يمنع الرزق إلا الله ولا يوصل الرزق إلا الله الآن هذا سحر التعطيل يعني شوفي أنا ارتجاليا بحكي معك فهذا سحر التعطيل بما أنه دي عطل زواج أو دي عطل الرزق ما بيجي بوقف في نص الطريق ما بين الشخص المطلوق الطالب والمطلوب وبروح بقول للطالب روح روح هو بيجي بأثر على المطلوب يعني على العروس مثلا أو الزوجة هاي اللي بدأت تنخطب بيأثر عليها لدرجة أنها بتصير تشوف هذا العريس قرد بتشمله ريحة بتتذايق بتصير بتقلب مزاجها بتصير عصبية بتصير حساسة زيادة من أي موقف ممكن تأخذ على خاطرها بتلف ظهرها وبتدخل على غرفتها أو على بيتها أو على هاد وبتقول ما بديه الآن مين اللي رفض هو اللي بنفذ السحر هو اللي رفض هو نفذ أوامر معينة خلى الشخص يرفض فهو أنا هذا السحر هيكي اشتغل سحر التعطيل مش سحر التعطيل بيجي بمسكة غصبة عنك بقولك بطل لا هو بيقنعك تتصرف تصرفات عشان أنت ترفض الموضوع هاد ويبين أنك أنت السبب وهو ملوش علاقة في الموضوع وما أجبرك وصلت هاي وحدي ليش لأنه برضو بدي يبرق حاله عشان ما يتحاسبش عشان أنت اللي تتحاسب على الإشي اللي عملته لأنه بكرة بدك تجحد وتقول أنا ما جنيش عرسان اللي ياجوني مش مناسبين فعشان هيك هو بدي يبرق حاله هو أذكى من الإنس في هاي النقطة لأنه هو عنده علم كيف يستفز الأمور أي هذا واحد اثنين بالنسبة لرزق المال كيف بمنع رزق المال هو ما بيجي بوقف وكل زبون بده يدخل على المحل بضرب لزبون كف بقوله روح روح لا هو بدخل لزبون بس قبل ما يوصل لزبون يدخل على المحل بيجي بيشغلك بشيء بيخليك تعصب بيخلق لك مشكلة بيخليك تتوتر بيخليك تنشغل بتليفون بيخليك تنشغل بأي شيء بدخل لزبون بيشوفك أنت مش مهتم بسحب حاله لزبون وبطلع أو بيخليك تطمع ترفع السعر لزبون بسحب حاله وبطلع أو بيخليك تشوف لزبون أنه زبون هذا ما بدي يشتري جاي يتسلى فأنت بتزعل من لزبون بتقول له اطلع برا فهيك هو عطل عليك الرزق هاي هي المفاتيح اللي بيستغلها لأنه هو عنده دهاء هو عنده علم فعشان هيك ما بيستغل الموضوع بشكل هيك عفوي وهيك عطلنا الرزق لأنه ما بيقدر يمنع رزق الله هو ربنا وصل لك الرزق لعندك ولكن بوسوسة الشيطان وصلك لمرحلة أنك ترفض الرزق هذا أو تزعل من اللي بدي يشتري أو اللي جايب لك الرزق هذا وبترفضه وبتلف ظهرك فهو بتوصل الفرصة لعندك ولكن أنت ما بتنتبهلها هيك جوابها سؤال من دينها جمال الله يساعدك يا صديقي دكتور فضلا وليس أمرا يارد تذكر اسم لمولود ذكر لأنثى جدي بقيصرية قريبة من الأسماء المحضرة هي اسم عز ويزن وزين وأبي وأواب ودانيال أتمنى تتكلم عن الأسماء وتفيدنا ولك جزيلة شكر وثواب وثوابك على الله الله يبارك فيك رح أعطيكي أنا أسماء وأحرف لبرج السرطان الآن إذا هي ولدة قيصرية ما بعد اثنين وعشرين الشهر أنا ما علي علاقة في الموضوع هذه تصلح لموليد برج السرطان ذكور فخذيها مثل ما هي كل الأسماء اللي أنت ذكرتها هاي ولا إشي بيتناسب مع هذا المولود ماشي الآن خذي الأسماء هاي ممكن تأخذي الحرف وتحاولي تركبي عليه اسم ولكن أنا بدي أعطيكي أسماء جاهزة أنت ممكن يعجبك إشي منها أو الأم يعجبها شيء منها وتسمي منها ولكنها منتقى ومحسوبة عشان كل موليد السرطان اللي بيجيهم أولاد في أي فترة في أي سنة وبدهم يسموا أبنائهم بأحرف أو بأسماء هاي الأسماء تصلح لألهم نبدأ حرف الباء بعطيكي اسم بسيل وبديع وباقر وحرف التاء تركي وتوفيق وتمام حرف الجيم جابر وجلاء وجاسر جلاء بالهمزة آخر إشي وجاسر وحرف الذال طبعا هاي الأسماء ممكن شوي لأنه الذال صعب الأسماء فيه ولكن أهل الخليج بيعرفه شو معناها ذبيان وذمار هذولا اسمين قويات حرف الغن غادي وغامر غامر وغازي حرف الفاء فرات وفاروق وفضل وفجر حرف اللام لؤي ولبيد ولطيف وحرف النون نايف ونبيه ونزار وحرف الهاء هاني وهائل وهمام وحرف الياء يوسف ويعقوب ويونس عليهم السلام بالنسبة لصديقتنا لين بتسأل بتقول احنا قدرنا ظروفك وشكر وتقدير بارك الله فيك يا لين خلينا أدخل على سؤالها حضرتك أنا اسمي هندا مسجل دفتر العائلة ولكن بنادوني ليندا طيب ولا أعرف أي الاسمين أكثر حظا لي أنا مولودة بتاريخ تسعة وعشرين اتناعش يعني جدي طيب أنا أحكي لك أول إيش بالنسبة لإسم هندا هو ناري وإسم ليندا برضو ناري ماشي الاسمين طبيعتهم ناريات ولكن الاسم الغالب على الطباع هو أنا بدنا نشوف نحسبهم اسم هندا بيغلب عليه طبيع المريخ فعشان هيك بيعطي صفاته الشجاعة والإقدام حب المنافسة ولكن من سلبياته الجدال والقسوة والتسرع وإسم ليندا برضو ناري ولكن بيغلب عليه عطارد طابع عطارد بعطي الفضولية والعفوية وقوة الاتصال والتعبير وعشق الحرية ولكن من سلبياته العصبية الآن أنت بتأخذ الصفة هاي بتأخذ الصفة هاي بتشوفي مين المناسب لعلك بتحب تكوني بأي شخصية منهم تتبع الاسم تاعه سؤال من كيفا السلام دكتور عليكم السلام سؤال لو سمحت إذا كان البرج الباطني بيناسبنا أكثر من البرج الميلادي هل نستطيع بهذا الحال إهمال برج الميلاد ومتابعة البرج الباطني ولماذا يسمى بالبرج الشمسي كيف أستطيع معرفة البرج الطالع إذا لا أعرف ساعة الولادة دمتم أول إشي بما أنه برجك الشمسي ما انطبق معاك معناته طالعك هو الغالب عليك وإذا الاسم الباطني اللي هو اللي بتأخذ على اسم الأم اسمك واسم الأم انطبق عليك فممكن هو نفسه يكون طالعك أنا ما بنصح أنك تهملي برجك الشمسي لأنه البرج الشمسي هي الكواكب ووضعها في فترة ميلادك هي شخصيتك فأنت بتأخذ هاي وبتأخذ هذا وبتدمجيهم مع بعض بتطلع توقعاتك سؤال من أختنا يافا لا هو مش سؤال هي بتحكي زي نوع من أنواع الاقتراح يعني إن شاء الله أنه هذا الاقتراح يعني أنا حبيته فعشان هيك بدي أقرأه أشكرك دكتور على جهودك ووقتك اللي بتقدمه إلنا بدون أي مقابل بارك الله فيك دكتور أليس من الضروري تدريس علم الفلك وجعله في متناول العامة؟ طبعا أكيد لا يمكننا من خلال معرفتنا بهذا العلم ألا يمكننا من خلال معرفتنا بهذا العلم توجيه أولادنا والعمل على نقاط الضعف الموجود بخرائطهم الفلكية من خلال تدريبهم على مهارات معينة تعينهم على تخطي الصعوبات والعوائق أكيد مية في المية ألا تعطينا الخارطة الفلكية نبذي عن صفاتهم وطبائعهم فتفيدنا في طريقة التعامل معهم لتعزيز استقرارهم النفسي لك كل الاحترام كلامك مية في المية صحيح وهذا هو علم الفلك الصحيح يعني إن وجد علم الفلك لأجل هاي الغاية بالنسبة العظمى وهذا اللي أنا حابب أوصلوا للناس إنهم يفهموا يحسبوا الخارطة الفلكية بطريقة إنهم ما يلجأوا لأي واحد من النصابين ومن خلالها يقدروا يبنوا مجتمع أو جيل جديد هذا الجيل مبني على علم ودراية هذا العلم مع العلم النفسي تدمجوهم مع بعض فبتصير أنت ربيت جيل رهيب عظيم بنرفع روصنا فيه هذا هو المقصود هذا أعظم اقتراح أو أحكي للكو يعني تعليق من الأشياء اللي محببة لقلبي والفكر هذا لأن هذا الفكر اللي أنا بحبه وهذا الفكر اللي أنا بدي إياه الكل بدي إياه يكون بهذا التفكير يا ريت يا ريت بتمنى شكراً لك كثير على هذا التعليق سؤال من نجمة البحر لو سمحت دكتور بنتي موليد خمسة عشر ثمانية الف وتسعمية وسبعة وتسعين بعد منتصف الليل بقليل طالعها ممكن يكون جوزة المهم أصيبت بسرطان الحنجرة سنة الفين وثمانية السلام عليها واستأصلنا الحنجرة والحبال الصوتية وفقرتين من القصبة الهوائية كادت أن تموت إلها حياة أنا سمعت أنه فيه علاج عن طريق الفلك أوعي أوعي خطيتك في رقبتي الفلك ما بيعالج الفلك بيدلك على أوقات للعلاج بيدلك على أوقات تستغليها الفلك ما بيصنع معجزات الفلك هو عبارة عن واحد بيخليكي تشوفي اللي ما حدا شايفه يعني تحسي تحسي بالشيء كيف اللي بقولك اعقل وتوكل هي هذه المسألة بس أنه أنا عندي علاج أخذ الوقت المناسب للعلاج عندي مراجعة طبيب هل الفترة هاي مناسبة لمراجعة الطبيب ولا لا عندي عملية الفترة هاي تصلح للعمليات ولا لا تصلح للعمليات أما أنه الفلك بيعمل لك إشي عشان يغير هذا الموضوع أوعي نهائيا هذولا كلهم كلهم نصابين ومحتالين هذولا بس بتطلعوا عبنتك لا بهمهم صحتها ولا بهمهم تعيش تموت شو يصير فيها بهمهمش بهمهمش معك مصاري ما معك فلوس بهمه في النهاية يأخذ فلوسك لأنه في النهاية هو بده يستغلك بس عشان هيك بقولك أوعي بنتك إن شاء الله هاي برج أسد ما تستهيني فيها برج الأسد قوي جدا بيقع وبرجع بوقف مرة ثانية أرقامها ممكن هي اللي شوي أثرت عليها بحياتها ولكن ما تيأس حاولي تحكي لها هذا البني آدم اللي قاعد بحكي معك أنا عمري الافتراضي في مرضي أنا كان ثلاث سنوات يعني كان الأطباء من 11 سنة قالوا أنت ثلاث سنوات وانتهى وأنا طبيب عارف شو الوضع تاعي ورغم هيك ما سيطر علي وما مسكني وما استسلمته هيني قاعد بحكي معك هذا الموضوع أوعي أوعي خليها تأخذ ثقة في نفسها قد ما بدها تعمل اللي بدها هي تطلع تطلع وتدعس على الدنيا وما تسألش هي الأهم مدام موجودة على الدنيا معناته ربنا بده منها إشي هي موجودة لأجل غاية ربنا وجدها فيه لما تنتهي هاي الغاية وخلص شغلها بتسحب حالها وبتطلع من الدنيا ممكن أنت إلك شغل معاها ممكن أبوها إلو شغل معاها ممكن أخوها فطالما إلها شيء في الدنيا رح تظل موجودة أوعي تخليها توصل لليأس وحكي لها خليها تسمع تسمع وتحط في ذانها اللي عندها هذا مش أصعب شيء اللي عندها هذا من أسهل الأشياء ما بوقفش حياة بني آدم بما أنها عانت من مرض السرطان في 2008 هاي كانت صغيرة تسحب حالها تروح على مركز الحسين للسرطان تروح على مركز السرطان تتفرج الحالات اللي موجودة تشوف الأورام كيف كيف تطورت تشوف الإشي اللي له علاقة بالأنسجة إشي اللي له علاقة بالجينات الوراثية إشي يصار تتفرج عليهم وتشوف عن وضعها هي تضحك على حالها بعدين أسأل الله إلها الشفاية والكفاية والسترة والنصرة وأنه ربنا يشفيها ويكون معها هي وكل مريض محتاج الدعاء وإذا هي بحاجة هتتكلم معي يا أختي هاي رقمي موجود في صندوق الوصف ابعثيلي قوليلي أنا أمها وأنا رح أكلمها أنا بكلمها مستعد أني أكلمها ما تيأسي ولا هي تيأس سلمة مرة أخرى الله يا سادك يا سلمة والله بحب أمزح معك لأنه أنت شوي هيك بعد مراتي بتطلعيلي بأسئلة يعني بحب أنه أجاوب عليها وبحب أناقشك فيها بس في أشياء ما حبش أناقشك فيها بحب أجهلها يعني الآن قمت بحساب أرقام كل العائلة أغلب إلي أرقام هم ثمانية حياتهم ماشي طبيعي زي غيرهم أما إنما كان أحسن أعرف شخص إنما كان أحسن أعرف شخص من برج الجدي ماشي ميلاده 17 يناير 1979 يعني هذا يسري زحل في دمه طيب وحياته حلوة وناجحة بعكس كثير من جيله ربي ديم عليه اللهم آمن أعتقد موضوع زحل وهم وفقط وفقط الصدفة بتلعب دور شفتي أنت ناقطتي نفسك وأنت ما سمعت أنا شو حكيت وهيك ناقطتي نفسك بنفس أسلوبك يعني دائما أنت بتقطعي البين ما بتركزي مظبوط في اللي أنا بحكيه أول إشي أنا في الحلقة اللي حكيت فيها عن رقم ثمانية قلت إنه رقم ثمانية إذا كان الشخص هو زحل ولكن إذا الشخص بحمل رقم ثمانية أو كوكبه رقم ثمانية بيكون كوكب حظه لأنه هو رقم ثمانية رقم الحظ تبع ثمانية اللي هو زحل وبرجه زي الجدي مثلا بيكون كوكب زحل فبكون مناسب لإله فما بالك هذا جدي ورقمه سبعة عشر سبعة واحد هاي ثمانية يعني ثمانية رقم حظه بيومه وجدي زحل ورقم حظه ثمانية فأكيد بده يكون وضعه ممتاز بفضل الله عز وجل فمش وهم هاي أنت اللي أثبتت إنه مش وهم بس عشان تركزي الله يسعدك طيب سؤال الله يسعدك ويحفظك دكتور عندي سؤال بخصوص توأم الروح مع أنك قلت إنك ما بتآمن بقصص الحياة السابقة ولكن شو تفسير ظاهر التوأم الروح وهل يحس بها كل كلا الطرفين أم طرف واحد فقط وسؤال الثاني عن من يرى في أحلامه قرينه الله يقضي لك جميع حوائجك اللي في قلبك ويقضي لك جميع حوائجك اللي في قلبك ويقضي لك الحوائج اللي أنت مخك ما وصل لها طيب أنا بدي أجعبك أول إشي أنا هاي توأم الروح ماشي اللي هو الجزء إنه أنا لا أؤمن بالحياة السابقة وإنها انتقلت وتهوريث وهاي الأمور أنا لا أؤمن فيها خلاص اللي بموت بروح على عالم البرزق ملناش علاقة في هذا الموضوع ولكن توأم الروح إن فهم غلط فعشان هيك أنا أجلت الكلام عنه توأم الروح أو توأم الشعل أو الأسماء هاي كلها اللي بتنحك ما إلها علاقة في اللي بنحك هذا توأم الروح إنسان موجود على الأرض شخص موجود في الحياة هذا الإنسان أنت تلتقي فيه بكون توأمك بالروح توأمك بالروح يعني روحك وروحه ثنتين جزء واحد قسم واحد تنطبق العلاقة بابينكم فعشان هيك بتشعر كأنه أنت وهي فولة وانقسمت من النص تنطبق كل شيء حتى أنك وثنين بتستغنوش عن بعض بتصير حياتكم مشتركة ونياله اللي بيلاقي توأم روحه في هاي الحياة فمش توأم روحه بالمقصود اللي قالوه إنه هو الشخص الجزء الآخر لما بيكون ميت وانتي بتأخذ من روحه بتنتقل الجزء من الروح لهون فانت بصير تحس بالروح القديمة هذا كله حكي فاضي تأخذيش فيه أما سؤال عن من يرى في أحلامه وقرينه شو عرفك أنه قرين يعني ايش عرفك أنه هذا القرين ممكن أنت حضر فيلم ممكن أفكار ممكن خوف ممكن يعني يهيأ لك أشياء معينة في الأحلام فمئة ألف حساب لهاي الأمور فما بتأخذ فيها أما يجي قرين ويحكي معك أو يتكلم يعني على حسب الموضوع على حسب الأشياء في مئة ألف شغلة ولكن القرين ما بيجي بالأحلام للعلم سؤال يا دكتور عندي عتب كبير جدا هذا سؤال من معتز يا دكتور عندي عتب هناك عتب كبير جدا عليه ما هو السبب قد سألتك أكثر من خمس مرات ومنها موضوع حساس ولم تجبني ما هو السبب إذا تكرمت اتجاوبني تواضعا دمت بخير دمت يا حبيبي يا معتز سؤالك اللي أنت سألت عنه أنا متذكر تماما يعني أنا ما بنس بفضل الله عز وجل وبظل حافظ سؤالك اللي أنت سألته عن الساعة المناسبة في يوم الجمعة وأنا حكيت عنها في حلقة ما بقدر أنا أعطي هاي الساعة لأنه أنا في الأردن الشروق عندي وقت والغروب عندي بساعة ولكن اللي في الخليج تختلف عنده الساعة اللي في مصر تختلف عنده الساعة فإذا بدأ أعطي حساب للأردن وأقول لك هذا هو الحساب حسب بلدي فأنت ما رح ينطبق معاك ما رح ينسبك فعشان هيك ما بقدر أعطي أنا حساب لكل دول العالم عن ساعة الزهرة وساعة المشتري في يوم الجمعة لأنه بتختلف من بلد لبلد بحاول أني أجد برنامج قلت أني بحاول أبحث عن برنامج إما أنه بسهل عليك الطريقة هاي هو بطلع لك إياها محسوبة وجاهزة أو أنت بصير سهل عليك عملية حسابها من خلال جدول أنا رح أعمله فإن شاء الله يا هاد يا هاد بس يتوفر أنا رح أنزللكو رابطه أحكي لكو عنه عشان أنتو تستخدموا وأنا أنت يا معتز أخ عزيز وعتبك أنا بالعكس يعني مقدر الإشي اللي أنت حكيته أنا حكيت أنه في أسألة شخصية أنا ما بقدر أجاوب عليها لأنه اللي بيجي بقول لي أنا طالعي كذا أنا بصير معي كذا هذا موضوع للعام ما بيهمهم يعني ما رح يستفيدوا من هذا الموضوع بيستفيدوا هم من الأسألة اللي بتيجي للكل يعني سؤالك هذا للكل فجوابت لأنه للكل اللي بيهتموا في هذا الموضوع فعشان هيك لا تعتب علي أنا والله جوابت عليه بس أنت يمكن ما سمعتش الحلقة السؤال الأخير آه لا هذا مش سؤال هذا إشي فنخلع البرنيطة هيك ونحكي شبو لا علي فضل يعني اليوم ما شاء الله في أشياء حلوة أسعدتني كثير آه علي آه فضل أتمنى أني أنا قرأت الاسم صح آه أستاذ سعيد ربي يوفقك ويشفيك ويعافيك ويسعدك وانت كذلك وكل المرضى إن شاء الله آه وكل الناس ممكن تحكي لنا بخصوص الروح والحلم مثل معواتنا والله إن شاء الله لا أجاوب على هذا الموضوع بس هي أيام إن شاء الله بس تترتب الأمور عالياً مخليني أنا شوي أهرب عن التركيز أو عن الإعداد عشان آه شوي ما بدي أغلط وهاي الحلقات بدها تركيز لأنه الغلطة فيها بتفتح علي بوابة آه ما بيعلم فيها لربنا يعني تخيلوا إني أنا أطلع أحكي إشي وأغلط فيه والله أنو والله يعني في ناس وقفيت لي رصد يعني يسأل سلمة عالسريع بتصنيم بتبلش فيه هذو بترحمنيش آه فعشان هيكي لازم يكون موضوع مترابط كامل عشان الكل يفهمه وفي نفس اللحظة ما أعطي مجال لواحد يجي ينتقد فيه أو يشكيك فيه فعشان هيك بده وقت ولكن إن شاء الله رح أجاوبكم عليه طيب وأستاذ سعيد إذا بدي أقدم لك دعم مثلا مستقبلا كيف رح أقدر أقدم الدعم وأنا هالسنة يعني شوفوا شوفوا هالإنسان يعني هذا يعني عيني دمعت وأنا بقرأ قاعد إنه أنا هالسنة هاي أنا بكالوريا وبس أخلص السنة الجاي يعني كثير حابب أدعمك ماديا حتى فكيف رح يصير هالشي مثلا شوفوا حبيبي أنا أنت كلامك هاد أنت دعمتني وأنت قدمتلي الدعم وأنك أنت بكالوريا حبيبي الله ينجحك ويوفقك وأنا بالعكس أنا اعتبرني أخوك ورح أساعدك باللي بقدر عليه واللي ما بقدر عليه أنت كلامك هذا الحال يعني عندي أكبر دعم دعم مش دعم مالي دعم دعم كلمة موقف إحساس لحالها هاي بتعني عندي الدنيا كلها وإنت شملتها كلها إلى كل الاحترام يا حبيبي وربنا يوفقك أنت طبعا أنا برجي جوزاء وطالعي أسد أسد يا حبيبي وجوزاء مع بعض ما شاء الله عليك فإذا ممكن هيك تتوقع للسنة الجاية السنة الجاية دراسيا دراسيا مثلا ولا صعبة طبعا علاقة بالزاوية أكيد لأنه بجد بحب أتابع وبحب أسمع لك كثير حبيبي الله يرضى عليك يا حبيبي هيك أنا ما بقدر أجاوبك يعني على هذا الكلام ما بقدر أجاوبك أنت طبعا علي للمعلومة للجميع علي مش أول مرة بكتب هذا التعليق ومش أول مرة بيسأل عن طريقة الدعم ولا أول مرة أنا قرأت هذا التعليق أكثر من مرة وأنا اتجاوزته عمدا وما علقت عليه وما ردت عليه اليوم ليش مسكته هيك ما بعرف عشان هيك يعني الله يبارك لك ويكرمك وينجحك ويوفقك في حياتك وإن شاء الله دعائي بيكون مستجاب وإن شاء الله أنك بتحقق كل الأمان اللي بدك إياها اكتب لي في الحلقة القادمة تاريخ ميلادك وأنا إن شاء الله رح أرد عليك يعني بالتعليق بكومنت رح أرد عليك بإذن الله تعالى أعتقد أنه بعد تعليق علي هيك ختم كل شي يعني ختم الحلقة وختامها مسك بإذن الله بارك الله فيكم وشكرا لكم على أسئلتكم على تعليقاتكم كلامكم اليوم ممتعة بعض الشيء ممكن بعض الأشخاص يشوفها مش ممتعة ولكن أتمنى أنها تكون ممتعة اللي علق على شيء أو شاف أنه فيه شيء معين ما عجبه في الحلقة أو مثلا حابب يعلق على منضوع معين يزيد معلومات من عنده معنا أي مشكلة واللي عنده سؤال برضو لا ينسى أنه يدندل تحت وينزل على التعليقات ويكتب لي السؤال اللي بده بارك الله فيكم هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر